أعلن الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني أن المؤتمر لن يكون شريكا في أي انقلاب على الدستور والمؤسسات الدستورية ولن يفرط في الوحدة تحت أي مبرر كان وأضف البركاني في حديث لأحدى القنوات المحلية أن أي حديث خارج الدستور والمؤسسات الدستورية ضربا من العبث وخروجا من دولة تحكم بالدستور والقوانين وذهبا نحو المجهول وأشار إلى أنه في حال أصر أي طرف على تجاوز الدستور والمؤسسات فليذهب بمفرده وقال بأن المؤتمر الشعبي العام مع التوافق ومع الشراكة الوطنية بين مختلف الأطراف وأن موقفه حيال الأزمة الراهنة ينطلق من رؤيته بأن الحل الدستوري هو الأصل وما عداه هو الكارثة وأوضح بأن البرلمان يدرك الوضع المعقد الذي تمر به البلاد والصعوبات والتحديات والمخاطر المحدقة مبديا استعداده الكامل للبرلمان للمصادقة على مقرارات التوافق بين الأطراف السياسية في حال عرضها عليه وفق فقه الضرورة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر